الشاهد الآخر في إنجيل يحنى صح 16 وعدد 11 يقول عن الروح القدس الروح القدس عملوا في البشر أنه يبكت الناس على بر وعلى خطية وعلى دينونة ويعلق على كلمة دينونة وأما على دينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دين هنا يتحدث عن إبليس فإبليس هو رئيس هذا العالم سواء أراد المستمع أم لم يريد قبل أو لم يقبل إبليس هو الذي يدير الحكومات وقوانين هذا العالم المادي الإسم الآخر اللي برضو شديد في المعنى بتاعه هو أنه إله هذا الظهر إله هذا الزمن يقول عنه في كردس الثاني أصح 4 وعدد 4 الآية الشهيرة الذين فيهم الخطاء البعيدين عن الله الذين فيهم إله هذا الظهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لألا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله وهنا إبليس يتعامل مرتين مع الأذهان فيخلي الأذهان عمياء فلا ترى المسيح الذي هو صورة الله ولا يضيء لهم الإنجيل لأنه أنا أعرف أن المسيح هو صورة الله هو الله يظهر في الجسد من خلال الإنجيل فيقول للناس لا تقرأ الإنجيل ويحط أسباب كتير الإنجيل محرف الإنجيل مخلوط أي كلمات ليس لها أساس من الصحة وليس لها إثبات المهم أوعى تقرأ الكتاب المقدس ووصل معك عزيز المشاهد أنه حرمك من أنت تقرأ كلمة طلاء الحية القادر أنها تغيرك وتعطيك حياة أبدية أنا أشجعك النهاردة من فضلك ابحث عن الكتاب المقدس اقرأ الكتاب المقدس لأنه كلمة طلاء الحية الفعالة التي أمضى من كل سيف ذي حدين الخارقة إلى مفرق النفس والروح المفاصل والمخاخ القادر أن تخلصك وتعطيك حياة أبدية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر